وجه المعلق الرياضي أحمد الطيب رسائل نارية إلى صالح جمعة صانع العاب الفريق الأول لقرة القدم بالنادي الإسماعيلي وذلك بعد انتشار صورة له خلال مباراة الإسماعيلي الودية مع نادي الرباط والأنوار البرسعيدي التي أقيمت يوم الأحد وهو يظهر فيها بكرش ونشر أحمد الطيب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة لصالح جمعة معلقا كرش صالح جمعة في رائبة مين أنا أحبه أكتر من أي حد ولكن ما ينفعش يلعب إلا لما الكرش ده يختفي ودي مسؤولية الجهاز الفني واللاعب نفسه لأنه لاعب كبير ويلعب لنادي عظيم وأضاف أحمد الطيب لازم ينقص وزنه ويختفي كرشه وبعد كده أهلا به لكن بالشكل ده دي إهانة للإسماعيلي وعدم احترام لجماهيره العظيمة وتاريخه كنادي عظيم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة